نبات اليسمين الأحمر من عظيم صنع الله سبحانه وتعالى شو غير متسلقة مدادة تصلح لتكسية الأسوار تفوح رائحة أزهارها ذكية لا تنسونا للشراك في القناة وتفعيل علامة الجرس اللي يصلك ما هو جديد من فيديوهاتنا بتعليم تكسر نباتات الزنا نبات اليسمين الأحمر ومما يميز هذه النباتة تحول لون أزهارها خلال يومين إلى اللون الأبيض وإلى اللون الرمادي حتى تعطي لون أحمر أيضاً لا يوجد اتفاق عربي على تسميتها منهم يسميها بالياسمين الأحمر ومنهم يقول اليسمين الإسكواليس مثلاً مع العلم أنه اختلف عن اليسمين اختلافاً واضحاً بالشكل الخارجي والدخيلي أما العناية بنبات اليسمين الأحمر يحتاج النبات كغيره من النباتات الزينة إلى إزالة الأجزاء الميتة بانتظام وقتل الزهار الزابلة يجب حرص الأرض عدة مرات خلال السنة يحتاج النبات إلى التسميت بسمات طبيعي اللي هو السمات العدوي أفضل حاجة لنبات اليسمين الأحمر على الأقل ثلاث مرات في السنة بالنسبة للرأي الرأي يكون رأي بانتظام طول فترة السيف يروى يوم بعد يوم في الشتاء يروى كل أربع أيام مرة هذه النبتة تتحمل درجة الحرارة العالية والجو والتربة تتحمل الرطوبة والمروحة إلى حد ما لذا نجحت زراعتها في المناطق الحارة الغرض من زراعتها جمال أزهراء الحمراء يخرج منها عدة سيقان يفضل جمعها وربطها مع بعض كي لا تتمزق الأفرع مما قد يضيع جمالها لازم نعمل عملية رباط باستقام مع بعضها علشان تعتيني منظر جمالي الاكسار بالبزور والعقل الوسطية دي أكثر انتشارا عملية الاكسار بالعقل وشرحناها بلكده في فيديوهات سابقة إن شاء الله هتلاقوا في الوصف فيديوهات تتكلم عن طريق التكسار اليسمين الأحمد أتمنى أن يكون الشرح هنا لإعجابكم ولو في أي استفسار رواية تعليم اعطلوا في الكومنتات انتظروا في دقاءة من قناة تعليم تقصى النباتات الزينة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته